كابتن عدل بعد من لا يشجع النادي الاهلي دايما يقول لك ايه البطولة دي بطولة طرفهية يعني مجرد انتو تشاركوا فيها وخلاص ما هو انت بتشوف العجب يعني انا دايما لما النادي الاهلي يتربع على قمة الدوري بفرق 15 نقطة ولا كده يقول لك ده دوري سهل دوري ضعيف ايه ده الدوري يعمل كده ليه لما يكون فيه منافسة لا ده اجمع الدوري تلعب في التاريخ يا سلام على الدور ما هي كده ما الحاجة التانية ان انت لو انت لو حد راح غير النادي الاهلي كاس العلم للاندية احنا مش هننام ولا حننام ده 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 فيه اندية بتكسب مباراة واحدة انا مش عاس حاجة خلاص انا مش عاس حاجة اه لا ده فيه نادي مسلا ده يعني يكسب مباراة احنا جينا رجعنا ده احنا وما فيش تاني وما فيش وما فيش وما فيش يعني يعني انا مش عاوز اتكلم على حد لكن انا عاوز اقول لك انه انه لما أنت تكون بطل القرى وبتروح تمثل قرتك في بطولة عالم وإنت تيجي تتكلم معايا وتقول لي أن هي بطولة وديها إزاي وهي 16 مليون دولار الجواز بتاعتها خدها اقتصادية يعني أنت لو مش معترف أن هي طيب الحاجة التانية هتلعب الباير أو يعني الباير في البطولة قبل كده كان في برشلونة قبل كده ريال مدريد يا أخي إنت لو في مطشو يودي لريال مدريد أو برشلونة مع أي فرقة عربية الدنيا ما بتنامش ولا والحاجات دي كلها فأنت هتسمع الكلام ده كتير يا كتب العادي يعني العادي اللي هو طول الوقت إنت كلاعب النادي الأهلي أو كمشجع النادي الأهلي وأنا عاوز أقول لك حاجة إنت عارف قوتنا في إيه دي حقيقة في الجمهور ده تخيل إنت الجمهور ده يعني الدك باور قدي إيه طول الوقت حاجة تانية مهمة والله بجد يعني إنت قلت كلمة عجبتني الواحد بدن قاشع لما شاف الحاجات دي موسى يا كتب الإسلام لما بتبقى في الخليج ويمكن أنا عشت لاعب روحت الخليج وأنا بلعب مع النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي وأنا في الخليج كنت هناك وكمان بقيت مدرّ كنت بشوفهم هم جايين أنا بقول لك فخر إنك تبقى أهلاوي بجد يعني الموضوع مش إن إحنا بننتمل للنادي الأهلي لأ فخر لإن إنت ناديك لما بيجي يروح إيه شوف التقدير اللي بيتقدره إنت شوف مثلا الجمهور إنت عارف لولا القورونا أي كان هيبقى كل المصريين اللي في قطر كل المصريين اللي في قطر كانوا طلعوا للنادي الأهلي مصبور وأقول لك حاجة تانية ومن جنسيات أخرى كتير قوي بيطلعوا للنادي الأهلي وحاجة تانية مهمة أنا أديك بس عشان أوريك النادي الأهلي دقمته أديت بس أنا مش هجيب بالأسماء يعني أنا في يوم كنت قاعد وكنا بنعمل مباراة لأحد الرموز في فرقة أنا كنت بدرار طيب والإكتراحات أول إكتراح كان في فرقة كبيرة عالمية أول كلمة الرجل اللي هو بيعتزل قال أنا عايز النادي الأهلي عايز اليوم يبقى ناجح عايز اليوم يبقى في جمهور عايز المباراة تاخد صدى عرب كبير قوي فجاب النادي الأهلي فأنت على سؤالك هتسمع كتير أول أيام جاء هو أقول لك حاجة كبر دماغي يعني ما لا بص هقول لك كمان عشان بس تبقى عارف ربني يكرمك يا رب بتكسب مثلا يقول لك إيه البطولة دي إيه دا البطولة دي